السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة اليوم سنشرح مع بعض الدرس الثاني من الابتدائي term to term الثاني اليوم سنشرح معاكم الدراسات الاجتماعية في يونت 7 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم listen to social studies فيها طبعا بعض الدفنيشنز او التعريفات لازم نعرفها مع بعض اول حاجة يعني ايه climate 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 يعني مناخ المناخ اللي هي حالة الطقس اللي هي the weather conditions of an area the weather conditions يعني طقس الزروف الجوية of an area لمنطقة من المناطق يبقى climate the weather conditions of an area crop يعني محصول محصول زراعي محصول من المحصيل الزراعية دي اسمه crop ده اسمه crop the total amount collected of a plant the total amount collected of a plant يعني الكمية الإجمالية اللي احنا جمعناها من نوع من أنوال النباتات ده crop او محصول زراعي soil soil يعني تربة اللي هي اللي بنزرع فيها النباتات soil the top layer of earth that plants grow الطبقة العالية من الأرض اللي بتنمو فيها النباتات لأن الأرض طبعا انتوا عارفين انها طبقات كتير جدا والأرض بتاعتنا لها كذا طبقة الطبقة اللي احنا شايفينها على الأرض دي اسمها top layer او الطبقة العليا اللي احنا بنمشي عليها برجلينة واللي احنا بنزرع فيها النباتات طبعا دي هي soil او التربة اللي احنا بنزرع فيها النباتات fertile fertile يعني خصب يعني خصب يعني ايه خصب يعني غني بالعناصر الغذائية اللي بتخلي النباتات اللي بتطلع فيه نباتات صحية ومتغذية كويس فده اسمه fertile fertile يعني خصب fertile land الأرض الخصبة أو التربة الخصبة produces بتنتج الكثير من النباتات الصحية يبقى اللي هي خصب يعني الأرض الخصبة أو التربة produces الكثير من النباتات الصحية وآخر حاجة adopt يعني يتأقلم adopt يعني يتأقلم طبعاً التعريف بتاعها to change the way that you behave or think to fit a new situation يعني أنت تغير الطريقة أو السلوك اللي أنت بتعيش بي أو التذكير اللي أنت بتعيش بي علشان خاطر يناسب الوضع الجديد ده اسمه adopt adopt يعني يتأقلم to change the way that you behave or think to fit علشان تلائم a new situation الوضع الجديد وعندنا طبعاً new vocab أو كلمات جديدة لازم نعرفها مع بعض أول حاجة temperature climate temperature climate يعني مناخ معتدل humans humans يعني بشر teeth teeth يعني أسنان environment environment يعني بيئة ice cream ice cream ice cream يعني ice cream tongue tongue يعني لسان farmer farmer يعني فلاح أو فلاحة nutrients nutrients يعني عناصر غذائية friendly 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 يعني ودود woman woman يعني امرأة man man يعني رجل temperature 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 يعني درجة حرارة village village يعني قرية fertile soil fertile soil fertile soil يعني تربة خصبة water pipes water pipes water pipes water pipes يعني أنا بيب المياه tall يعني طويل طبعاً هي العكس بتاعها short short يعني قصير in with people in with people يعني شعب الإسكيمو almost almost يعني تقريباً often often يعني غالباً usually usually يعني عادةً around around يعني حوالي coffee يعني قهوة market market يعني سوق easily easily يعني بسهولة easy easy يعني سهل nice nice يعني لطيف great great يعني رائع أو عظيم room room يعني غرفة shoes shoes يعني حزاء mountain 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 يعني دبل hard hard يعني صعب high high يعني مرتفع عكسها طبعاً low low يعني منخفض architect architect region architect region architect region يعني منطقة قطبية شمالية anywhere 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 يعني في أي مكان somewhere 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 يعني مكان ما difficult 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 يعني صعب freezer 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 يعني الفريزر polar 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 يعني قطبي weather weather يعني طقس neighbor neighbor يعني غار special 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 يعني خاص أو مميز desert 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 يعني صحراء bedwin people bedwin people يعني البدو اللي هم عايشين برحالة في الصحراء بيعيشوا في خيام دول اسمهم bedwin people أو البدو oses 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 يعني واحة farmland 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 يعني أرض زراعية africa 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 يعني أفريقيا near 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 يعني بالقرب من وعندنا late late يعني متأخر وعكسها طبعا early early يعني مبكرا عندنا كمان regular verbs أو الأفعال المنتظمة عايزين يعرفها في present والpast والregular verbs أو الأفعال غير المنتظمة ودي لازم نحفظها زي اسمنا لأن present بتاعها بيكون شكله مختلف عن شكل past بتاعها فلازم نحفظها زي اسمنا لأنها مهمة جدا فأول حاجة في regular verbs عندنا need يحتاج الماضي بتاعها needed حطنا لها ed help يساعد الماضي بتاعها helped helped حطنا لها ed فأنت لو حافظ present هتقدر تعرف past لما تحط لها ed لشان كده لازم تحفظ الأفعال دي في present بس ده كفاية لكن irregular verbs أو الأفعال الغير منتظمة present بتاعها مختلف شكله خالص عن past بتاعها فبالتالي احنا لازم نحفظها في present وفي past كمان learn يعني اتعلم الماضي بتاعها learned learned يعني تعلم boil boil يغلي boiled غلى adapt يتكيف adapted adapted تكيف like يحب liked liked أحبة live يعيش lived عاشة transport ينقل transported نقلة transported نقلة أما في irregular verbs عندنا drink يعني يشرب drank يعني شربة هنا ما حطنا الهاش ed فهي شكلها في past مختلفة عن present فلازم نحفظها في past وفي present مع بعض grow ينمو أو يزرع grow grow نمى أو زرع burn burn يعني احترق burn it burn it يعني احترق eat 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 أكل hurt hurt يؤلم hurt ألم هنا هي في past شكلها بالضبط هو هو شكلها في present فلازم نكون احنا عارفين المعلومة دي freeze freeze تجمد froze تجمد sell sell يبيع sold sold باع build بلد يبني built built بنع وعندنا expressions and prepositions prepositions اللي هي حروف الجر بيورينا ازاي ان حروف الجر ممكن تيجي في كلمة معينة او في معانة معينة يبقى ليها معنى تاني زي مثلا look for look for يبحث عن too hot too hot حار جدا حار للغاية too cold too cold بارد جدا بارد للغاية good for good for جيد لي come together come together بيأتي معا تأتي معا around us around us حولنا لازم نعرف كمان بعض القواعد النهاردة نعرفها مع بعض زي الخاصة بgood at good at good at يعني جيد في بيجي بعد منها الverb بالing أو النون يعني انا مثلا لما اقولك انا جيد جدا في لعب كرة القدم هقولك I am good at واروح قيل لك playing football هنا كده good at جاه بعد منها الverb بالing أو بيجي بعد منها نون نون يعني اسم يعني مثلا زي اسم حسام أحمد محمد teacher doctor policeman أو place مثلا مكان من الأماكن أو حتى علم من العلوم كل دي نونز اسم في بيجي بعد good at verb بالing أو نون وانا مدينا مثالين اول مثال بيقول لنا human هنا بيقول لنا humans are good at adopting to live in different environments يعني البني ادنين البشر يجيدوا ان هم يتكيفوا على الحياة في بيئات مختلفة بيبقى humans are good at adopting to live in different environments بيقول لنا كمان مثال تاني بقى هنا مجاش فيه الفيرب بالing هيجي فيه نون بيقول لك she is good at science هي جيدة في مادة العلوم she is good at science تاني حاجة help بيجي بعد منها object أو المفعول بي يعني زائد ال infinitive ال infinitive اللي هو الفعل في المصدر فمسلا لما يجي أقول لك water helps our crops grow grow هنا في المصدر بيجي بعد منها يبقى اي جاه بعد منها our crops اللي هي المفعول بي اللي هي اللي هي اللي بيحصلها المساعدة وgrow هنا الفعل في المصدر يبقى water helps our crops grow تالت حاجة لازم نعرفها النهاردة to to هنا بتيجي معنى جدا زي هذي very بيجي بعد منها adjective adjective أو صفة فمسلا أنا ممكن يجي أقول لك I can't drink that coffee أنا مش قادر أشرب الكافي دي it's too hot too hot هي ساخنة جدا hot هنا adjective جات بعد to زي ما احنا شايفين قدامنا دي معلومات لازم نحفظها ونعرفها كويس قوي لان دي حاجات بتأسس عندنا القواعد الخاصة باللغة الإنجليزية فلازم نعرفها كويس جدا عندنا كمان في جزء خاص بالreading في listen to فعنقرأه مع بعض وبعدين أتمنى ان انت تبقى توقف الفيديو وتقرأ الجزء ده مرة تانية لوحدك وتشوف انت بتعرف تقرأ ولا زي ما قلنا لازم نتدرب يا جماعة على الreading علشان خلاص احنا كبرنا وبقى عندنا exams وامتحانات ولازم نعرف نقرأ لوحدنا احنا كلنا شاطرين فانا الparagraph بتاعنا ده اسمه why do we live where we do why do we live where we do لماذا نعيش حيث نعيش يعني احنا ليه عايشين في المكان اللي احنا عايشين في ده why do we live where we do لماذا نعيش حيث نعيش ليه احنا عايشين في الأماكن اللي احنا عايشين فيها فانا بيقول لنا humans can live almost anywhere البشر يقدروا يعيشوا غالبا في كل الأماكن في كل حتة but we often لكن احنا عادة look for three things look for three things احنا بنبحث عن ثلاث حاجات الحاجة الاولانية اللي بنبحث عنها في اي مكان هنعيش فيه climate climate المناخ water and soil والمية والتربة climate المناخ اللي احنا المناخ بتاع المكان اللي هنعيش فيه ده بيفرق معانا جدا وهل يطارة في اي مية ولا لا لان لو مفيش مية مش هنعرف نعيش وهل يطارة التربة او السويل الخاصة بالمكان ده ينفع نزرع فيها الاكل بتاعنا ولا لا يبقى اي هم التلاث حاجات اللي احنا بنبص عليهم وبندور عليهم قبل ما نتنقل ونعيش في اي مكان الخلايمة والووتر والسويل فهنا بيقول لنا people like a temperature climate يعني temperature climate احنا عرفناها من شوية يعني مناخ معتدل فبيقول لك هنا الناس بيحبوا المناخ المعتدل او temperature climate somewhere بعض الاماكن that's not too hot ده مش حر قوي and not too cold وكمان مش بارد قوي وكمان علشان يساعد المحاصيل الزراعية بتاعتنا انها تنمو وكمان علشان يساعد المحاصيل الزراعية بتاعتنا انها تنمو we need fertile soil احنا بنحتاج تربة خصبة so the crops have lots of nutrients علشان كده المحاصيل بتاعتنا لما تطلع في ال fertile soil دي هتبقى healthy وهيبقى فيها lots of nutrients او الكثير من العناصر الغذائية these three sinks هذه الاشياء الثلاثة often come together غالبا بيجوا مع بعض اللي هما climate and water with soil places with water usually have fertile soil الاماكن اللي فيها مية عادة ما بيكون فيها fertile soil او تربة خصبة and temperature climate and temperature climate ومناخ معتدل as humans بما اننا بني قدمين بما اننا بشر we are very good at adopting to live in the environment around us احنا جيدين جدا في ان احنا نتأقلم نتكيف adopting to live in the environment around us ان احنا نعيش في البيئة اللي المحيطة بينا humans can learn to live in the most difficult environment البشر بيقدروا يستطيعوا التعلم ان هما يعيشوا to live in the most difficult environment في البيئات الاكثر صعوبة on earth على كوكب الأرض in which people شعب الاسكيمو live in the Arctic regions بعيشوا في مناطق القدب الشمالي where temperature حيث ان الحرارة هناك can be around minus 40 degrees minus 40 سيليزيوس يعني درجة الحرارة هناك تقريبا سالب 40 درجة مئوية 40 تحت الصفر a freezer is only around minus 18 سيليزيوس degree يعني درجة الحرارة بتاع الفريزر اللي عندك في التلاجة في البيت اقصى حاجة فيها minus 18 سيليزيوس هي سالب 18 بدوين بيبل الناس البدو live in the desert يعيشوا في الصحراء where the temperatures حيث ان درجات الحرارة هناك can be around 50 ديجريز ممكن توصل لخمسين درجة مئوية فبالتالي هم عايشين في جهابو حر جدا فهنا في بشر في الاسكيمو وهنا في بشر في الديزرت فشوف البني ادمين يقدروا بيعملوا بشكل جميل ازاي بيقدروا يعيشوا في الاماكن المتجمدة جدا وبيقدروا يعيشوا كمان في الاماكن الحر جدا فهنا بيقول لنا بقى بيلخص لنا الكلام ده في بعض المعلومات اول حاجة بيقول لك I can't drink that coffee It's too hot It will burn my tongue It'll burn my tongue يعني هتحرق الاسكيم بتاعي I can't eat that ice cream It's too cold It hurts my teeth هتأذي اسناني بقى أنا I can't هنا جاه بعد منها الفرب زي ما قولنا في المصدر وبعدين to اهو بيجي بعد منها adjective او صفة The polar climate المناخ بتاع القطب الشمالي والجنوبي is very cold هو بارد جدا The desert climate المناخ بتاع الصحراء is very hot هو ساخن جدا The temperature climate المناخ المعتدل is not hot and not cold هو لا بارد ولا حر Every year كل سنة the farmer sells hair crops in the market المزارع بيبيع المحصول بتاعه في الماركت او في السوق He likes the cold and he likes the hot weather هو بيحب التقس البارد والتقس الحار كمان He adopts very easily He adopts very easily He adopts very easily يعني هو بيتكيف بمنتال سهولة We live near the river نحن عايشين بالقرب من النهر And there are lots of trees all around us وفي اشجار كتيرة جدا حوالينا The weather الطقس is nice and our neighbors الوزر nice لطيف او جميل وعوارنا الجرام بتاعنا are very friendly are very friendly يعني وديدين جدا it's a great environment هي بيئة عظيمة بيئة جميلة we can we can build water pipes احنا ممكن نعمل مواسير للمياه in the desert في الصحراء to transport water حتى نوصل لها المياه وطبعا هنا بيقولك هنا العلامة الصغيرة دي الدائرة الصغيرة دي معناها ان هي degree او درجة حرارة والc دي اختصار لكلمة silesius او درجة حرارة silesiusية وطبعا هنا بيقولك الكلمة دي short for هي اختصار degree silesius او درجة حرارة silesiusية وبيقولك water freezes المية بتتجمد at zero silesius بتتجمد عند درجة zero silesius and boils وبتغلي at 100 silesius عن درجة 100 درجة مئوية فدي معلومة مهمة جدا وهنحلم بعض اكسرسايز جميل كده على listen to بيقولنا هنا read and choose the correct answer from a b c or d اول حاجة بيقولنا people often look for climate weather and noot when they find somewhere to live ايه العنصر التالت اللي هما بيلاك فور علشان خاطر يعيشوا في المكان ده عندنا هنا oil soil foil boil شطرين طبعا soil او التربة ثاني حاجة بيقولنا anuit and بدون people شعب الاسكيمو وشعب الناس البدو are not special ولا general ولا usual ولا ordinary طبعا هما ناس مميزين لانهما قدروا يعملوا adopt للبيئة اللي هما عايشين فيها فهم special special او متميزين في حاجة معينة humans are good at البنياد مين good at نقط to live in any environment adopt ولا adopts ولا adopted ولا adopting طبعا adopting لان احنا قلنا good at بيجي بعد منها الفرب بالing فنقول humans are good at adopting to live in any environment اي نقط climate is not too hot and not too cold التقس المعتدل اللي هو انهي بقى desert ولا temperature ولا pooler ولا architect طبعا a temperature climate is not hot and not cold طبعا هنا بيقول لنا a not climate is too hot a desert ولا temperature ولا pooler ولا architect شطرين طبعا a desert climate بيقول لنا we need not to drink sand ولا water ولا soil ولا wood شطرين طبعا احنا بنشرب water we need water to drink type 8 بيقول لنا water helps our crops growing ولا grows ولا for growing ولا grow شطرين طبعا احنا عارفنا ان help بيبعد منها المفعول به او object وبعدين بيجي الverb في ال infinitive في المصدر فانقول grow يبقى water helps our crops grow number 9 بيقول لنا we need fertile soil احنا محتاجين خطبة احنا محتاجين تربة خصبة so crops have lots of عشان كده المحاصل بتاعتنا هتبقى فيها الكثير من salt الملح ولا insects الحشرات ولا nutrients العناصر الغذائية ولا العناصر الغذائية ولا ركس ولا ركس السخور والحجارة شطرين طبعا so crops have so crops have lots of nutrients لما تطلع في fertile soil هتطلع غنية بالغناصر الغذائية number 10 واخر حاجة بيقول لنا places with water usually have a not-out climate الا ماكن اللي فيها مية عدداً بيكون التقس بتاعها hot ولا desert ولا polar ولا temperature temperature شطرين طبعاً temperature climate أو تقس معتدل بكده نكون شرحنا listen to وهنهينا معاه شرح درس النهاردة اتمنى تكون استفدت من الدرس لو عجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي الف واحد استفادوا او الف like تحت الفيديو الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في description او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة